بسم الله الرحمن الرحيم علي توكلنا وبه نستعين اجتماعات مهمة تجري للجنة العليا خصوصا ونحن نقترب من مناسبة 15 من شعبان نبارك مهنة لشعبنا العراقي للمسلمين كافة هذه المناسبة ونرجو من المواطنين كافة زيارة من بيوتهم وإلى حد الآن الحمد لله هناك استجابة طيبة ممتازة من الجميع بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد فعالية كبيرة مهمة وطنية في كل المساجد في كل الحسينيات في كل المؤسسات لتكريم الشهداء وأيضا الإشادة بجهود العاملين من أطباء من كوادر من مؤسسات من إعلاميين من مسؤولين في كل المحافظات في العراق أيضا لتبيان الوحدة الوطنية الموجودة والتكاتف الوطني الموجود في مواجهة هذه الجائحة والحمد لله كما تطلعنا وزارة الصحة في تقاريرها أوضاع العراق رغم كل الصعوبات هي أوضاع معقولة جيدة العالم أموما في هذه الفترة ينتظر هذا الأسبوع يتوقع هذا الأسبوع شوي يكون أسبوع صعوب معدلاتنا لا تزال معقولة بالنسبة لدول العالم وإن شاء الله نستمر بهذا المسار معدلات الشفاء جيدة وتتحسن أكثر فأكثر في كل يوم مخابل ثبات أو حتى نقصان معدل الوفيات وحتى الذين يعني الفحوصات تثبت عليهم المرض الأفكتف كيسز الحالات المشخصة لم ترتفع إلى معدلات عالية كما كان يتوقع وإن شاء الله نستمر ونمر بظروف أفضل مما مرنا به إلى حد الآن الجهود التي تبدلها لجنة الأمر 55 جهود مباركة الجهود التي تبدلها أيضا خلايا الأزمة في كافة الوزارات وفي كافة المحافظات وفي إقليم كردستان أيضا تقوم بعمل مهم للغاية وتحصل عندنا أحيانا طفرات معينة في بعض المحافظات وأعتقد سبب هذه الطفرات هو زيادة الفحص زيادة الاختبار مزيد من الأجهزة للفحص لكن نتابع الحالات وعلاجها وحالات الخسارة ونجد أنها لا تزال معدلات أقل من المعدلات العالمية بكثير في الوقت الذي ترتفع المعدلات العالمية في العراق تنخفض نسب الوفاة وزيادة كثرة الشفاء وهذا أمر مهم أنا حبيت اليوم أثير نقطة أساسية حقيقة مع حضراتكم مع الجمهور العراقي مع بقية الخلايا الموجودة في كل مكان أهمية وجود السياسة الوطنية الموحدة أهمية وجود سياسة مركزية في هذا الملف هذا الملف ما يدار باجتهادات مختلفة في كافة المحافظات أو الدوائر المختلفة هناك بعض الخلايا واللجان تصدر تعليمات وكأنما تعليمات نهائية وهذا يربك المشهد وهذا يربكنا جميعا ويخلينا حقيقة نعالج هذه المشاكل أكثر كما نصد جميعا بوحدة كاملة لسد الثغرات الموجودة تتخذ قرارات على عجالة بدون تشاور مع الجهات المسؤولة وكأنما كل طرف يعتقد وينطلق كافة الصلاحيات في بعض الوزارات هذه حصلت في بعض المحافظات هذه حصلت فنرجو من الجميع أن يستظل باللجنة العليا وأن يشاور اللجنة العليا قبل ما يتخذ قرارات تنفيذية يطبقها واجب اللجنة العليا وهدف اللجنة العليا هو مساعدة جميع هذه الخلايا وهذه اللجان أينما كانت محافظات إقليم أو وزارات حتى ليصر عندنا تضارب وتنازع وقرارات تتخذ أحادية وهذا يعرق الحركة كل شيء يجب أن يكون منسجم ومتوازن لا تستطيع محافظة أن توقف حركة معينة للشاحنات مثلا بقرار منفرد عليها أن تشاروا حتى نؤدي متطلبات ومستلزمات هذا الأمر حتى نوفره وإلا صرقنا مشاكل إما مشاكل في توفير الغذاء أو مشاكل في الأجهزة الصحية واللوجستيكيات الصحية وهذا أمر مهم لذلك أنا أدعو كل إخواني المسؤولين في الخلايا واللجان وأينما كانوا أن يعملون بالتنسيق والتشاور مع إخوانهم الآخرين خصوصاً اللجنة العليا وخصوصاً لجنة الأمر 55 اللي خليناها مختصة بالإجراءات الصحية هي اللجنة اللي تختص باتخاذ قرارات صحية قرارات الأخرى اللوجستيكية دعم العوائل قرارات الأخرى في مسأة حضر التجول إلى آخره إشراك القوات المسلحة كل هذه الأمور هو من اختصاص اللجنة العليا اللي تستطيع أن تسيطر وتمتلك كل آمرية وكل الإمكانيات لتنفيذ هذا الأمر الأمر الثاني هو نشر الأخبار في الإعلام حقيقة نفتخر الإعلام طور من نفسه كثيراً في هذه الأزمة والجانب الإيجابي يتقدم كثيراً على الجانب السلبي لكن لا نزال نجد أن بعض الإعلام يركز على بعض الأمور الهامشية ويغلبها يعطيها شمولية كاملة دون النظر إلى أنها جزئية حادثة تحصل في مستشفى أو أمر يحصل أو حتى قراءة خاطئة للأرقام وإذا ينشر عن مسائل تقلق الرأي العام وما تشجع حقيقة الروح الإيجابية والروح التكافلية والروح التضامنية يعني مثلاً اليوم أنا قرأت وهذا أمر جيد قرأت مثلاً في السومرية نقلاً عن صحيفة فرنسية لو بوا أن حقيقة الشعب العراقي يعمل المعجزات في طريقة التكافل الاجتماعي وكيف يوفر السلال من الأغذية إلى العوائل المحتاجة كلها بمجهودات تتعلق بتكافل اجتماعي وهكذا أخبار فيها مخرجات إيجابية وتأثر على الرأي العام وتأثر على تنشيط المبادرات إما الأخبار السلبية فهي على عكس تحبط وتقود إلى مزيد من العزلة فالريد هذا النوع من الإعلام هو الذي ينتشر والريد تغليب حقيقة رفع المعنويات والثقة بالنفس العراق بلد يشاد إلى اليوم أنه يواجه الأزمة بكفاءة جيدة لا نقول أن كل شيء تم تلبيته ولا توجد ثغرات في أداءنا هناك ثغرات علينا أن نعالجها ونعترف بها كل شيء نخليه في مكانه يكون صحيح نحن نطور خطة وطنية فيما يخص مواجهة هذه الأزمة هذه الجائحة المشكلة الصحية نحاول أن نعالجها لكن هناك مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية مسائل تتعلق بالعائلة مسائل تتعلق بالتربية بالتعليم مشاكل عديدة تواجهنا لنعالجها أثناء الجلسة في جدوى الأعمال هناك فقرات كثيرة تتناول هذا الموضوع أنا قررت أن أضع راتبي أيضا في خدمة دعم صندوق لمساعدة العوائل كام الراتبي مننا إلى نهاية الأزمة سيكون لدعم مثل هذا الصندوق يقدم إلى العوائل المحتاجة ماديا أو غذائيا وأرجو أن تكون هذه مبادرة تشجع بقية المسؤولين على تقديم كل ما يقدرون له كل ما يستطيعون عليهم من إمكانيات حتى ندعم العائلة العراقية وندعم المحتاجين المرضى عوائلهم وأعتقد ما قاموا به التجار ورجال الأعمال يساعدنا كثيراً كل هذا ينوضع في خدمة سواء وزارة الصحة أو يوضع في خدمة المساعدات الاجتماعية التي تقدم جدول أعمالنا اليوم جدول طويل مفصل حضراتكم كلكم موجودين وأحنا الآن نقوم بهذا الاجتماع عبر دورة إلكترونية وبالتالي اليوم من نلبس أقنعة ومن نلبس قفازات لأن كما نكون في بيوتنا نحن في مكاتبنا وبالتالي هذا أيضاً يساعدنا هذه القفازات وهذه الأقنعة أيضاً معوقة للحديث ونقدر نداول الرأي بشكل مباشر كما تم تجربته في مجلس الوزراء لذلك الأزمة قد نخرج منها بقدر ما عدنا بعض الخسائر لكن عدنا أيضاً مكاسد الآن الحكومة الألكترونية الآن استخدام هذه الوسائل الحديثة دنجربها عملياً دنشوفها تجربة ناجحة وسريعة وممكنة لا يجد فيها ثغرات حقيقية وجدية هذا ما عندي الآن بسرعة أن أذكر لحضراتكم وإن شاء الله النقاشات المعمقة من خلال جدول الأعمال النقاط المطروحة في جدول الأعمال اتغطي هذه الجلسة وكما اتفقنا احنا جلساتنا ستكون جلسات سريعة خصوصاً بعد هذه التجربة من دائرة هذه الألكترونية نستطيع أن نحق الجلسات في ساعات مختلفة من النهار شكراً جزيلاً الفاتحة